السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد وصفة جديدة من وصفات ام هيتم ليه ان شاء الله ورحمة الرحيم سنحضر معكم جديد الكيكات بدوقين مختلفين من خليط واحد اختصارا للوقت والمجهود كذلك كيكات اللي كيجيو خفافين كيجيو اسفنجيين وكيدوبوا في الفم تحضرون هكا سواء المائدة دي القوتي جايين عندكم ضياف او لغا تسديهم معكم عندش حد كيف مدرت انا ان شاء الله هاد الوصفة هدي غدي تجربوها وغدي تعجبكم ونمت اكده غدي تولي معتمدة عندكم فقبل ما غدي ندوزو المراحل التحضير كان بغي نشكره عن الناس ليسولو فيه وعن الغياب ديالي شكرا جزيلا لكم ما نطوش عليكم ندوزو الان مباشرة للمقادير وكدلك باقي مراحل التحضير وباش ما نطوش عليكم في الفيديو غدي نعطي المقادير والطريقة في نفس الوقت نضيف خلط كهربائي ضروري ونضيف خمسة الحبات البيت ضروري حجم كبير بدرجة حرارة الغرفة كأس ديال الحليب علبة ديال الياغورت بالفانيلا او الياغورت طبيعي كأس ونس ديال السكر حبيبات او السكر سنيدة كأس ونس ديال الزيت النباتية هنا القياس عندي بالكاس ديال العنبة وممكن انكم تعبروا بأي كاس عندكم وان شاء الله يلا بغيتوا بالقرار نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف نضيف جوج اكياس ديال الفانيلا والفانيلا السائلة والبودرة اللي عندكم قبيصة ديال الملحة ونطحن كل شي مدين على الاقل جوج حصلت ثلاثة ديال الدقائق من بعد نصبه في بول ونضيف دفعة أولى ثلاثة ديال الدقيقة الأبيض ضروري نوعية جيدة خاصة بالحلويات بنفس الكأس اللي عبرت به السوائل او لباقي المكونات ضبط هنا اربع اكياس ديال الخميرات الحلويات نضيف عدة كأس الرابع في النسبة لكأس الرابع انتوماعوه بالتدريج لحسب الحجم الي البناء الآن نضيف الكأس الرابع كامل ونضيف ضروري كيف العدة حتى سجموه حتى نسجمه لكأس الرابع هنا في هذه المرحلة ممكن نضيف ملعقة كبيرة الخل ننسيتها في هذه المرحلة ولكن نضيفها حتى المرحلة الأخيرة نضيف الخليط في الجمعية و نقسم القسمين حاول ما يمكن أن يكون قسمين متساويين ومن بعد نضيف القسم الأول نضيف ملعقة واحدة أنها يكون القوى لنкрف بشكل harmonic اشار ملعقة كبيرة والمرحلة مع المرحلة من فوق حتى المرحلة اضيف ملعقة كبيرة الخليط نضيف ملعقة صغيرة الحالة خليط ملعقة صغيرة للمون دائري و مربع القطر دائري 24 سنتيم 22 إلى 22 سنتيم للمون 3 للمون الخليق 1 كار 3 الكاكا 0.8 مصر 0.5 مطرف 0.5 مصر سوف ندخل الكيكة بجوج فرن نر مهي لك في العادة 180 درجة غير من الأسفل فقط المدة تبقى بين 35 و 40 دقيقة بالنسبة لي انا فهذه الكيكة بجوج اخذه معي بالضبط 40 دقيقة على نر يمهي لحتى طبو مزيين ونشفتهم هكا ولا حمرتهم واحد شوية من الوجه ديالهم من بعد ما كيطيبوا فأخذت هكا الكيكة اللي عندي بالفانيلا والمكسارات سوف نحيده من المول دياله ونضعه فوق واحد شبكة وضروري سوف نغطيه بوحده باول المنديل باش مينشفش ليه ويقروش ليه كيف نقوله من جناب سوف نخليه كيبرت جانبا ونرجع هنا للكيكة اللي عندي بالشوكولاتة سوف نأخذ هذا الكيكة ونضمه بطبيعة حلحة ونحيده من المول دياله ونقلبه هنا مباشرة في طبق التقديم من بعد سوف نضع له واحد الإطار باش نسقيه ان شاء الله بالنسبة للسقوة ممكن تسقيه باش مبغيته ممكن تسقيه بالقهوة ممكن تسقيه بالقهوة وممكن تسقيه بالقهوة وممكن تسقيه بالقهوة اخذت هنا كاز الحليب مع معلقة كبيرة بودرة الشوكولاتة وخلطتها مزيان حتى نسجمت سوف نقف الكيكة سوف نسقيه بهذا الكاز كامل سوف نحضر الصلصة الشوكولاتة اللي سوف نزين بها كاز الحليب ملعقة كبيرة الكاكاو سوف نضيف ملعقة السكر ونضيف ملعقة صغيرة الناشا أو المايزينة سوف نحضر لبطه ونضيف فوق النار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تصل إلى مرحلة الغاليين باستخدام من بعد سوف نضيف حتى تبرد ونضيف الحرارة باستخدام القهوة باستخدام القهوة كاملة كاملة نتفق لأشياء الصلصة من الأعلى بعد سوف نحيد ونضيف حتى تنزل الجوانب باستخدام قهوة اختياري يمكن أن نضيف هذا الصلصة و يمكن أن نضيف الشوكولاتة الذهنهم للفوق سوف نضيف أنصف القرقع أو الجوز و نضيفه بهذا الشكل نضيف عيني ميزاني لأنني نقسم هذا المربع للكيك 16 قطعة و كل قطعة سوف تكون فوق منها قطعة القرقع أو الجوز هذه هي جوج كيكات التي حضرت معكم اليوم لا يأخذوا الوقت نهائيا في التحضير وهذا الخليط اللي أعطيتكم اليوم أو المكونات اللي أعطيتكم اليوم صراحة كيعطيه واحد الخليط أو واحد الكيك اللي كيجي يخفيف بزاف شوفوا معي كيفاش كيجي إسفنجي و كيجي يرتب و أنا متأكدة إن شاء الله هذ الوصفة هذي اللي تحضرتوها أو اللي جربتوها غدتولي وتحضروها دائما أن هذ الوصفة عندي صراحة كنحضرها يعني في الكيك اللي كيكونوا هكا حجم ليه وعائلي عادة عادة كنديرها فاش كنكون هكا بسافرة كنبغي كمية ليه كثيرة فكندير هذ الوصفة هذي باش كنتحصل على كمية ليه كثيرة دفعة واحدة عندما أريدكم تشوفوا معي القوام دي الكيك بالفاني من الداخل كيفاش كيجي كيجي خفيف بزاف كيجي إسفنجي و المضاق دياله زوين بزاف و أنكها بطبيعة الحن تحكموا فيها ممكن ديروا أنك هذه الحامض ديال برتوقال يعني أي نكاك تفضلوها ممكن ديرواها شوفوا معي القوام ديال كيك كيجي إسفنجي كيجي خفيف كيجي مع الجن نهائيا المضاق دياله كيجي رائع جدا يعني شي حاجة ليه غادي تعجبكم إن شاء الله وتحمر لكم وجهكم بالنسبة للكيك كذلك لي بالشوكولاتة مع أنه يعني خاليط واحد اللي خدمنا به الكيك سواء شوكولاتة ولا فانيلا ولكن يعطي نتيجة ليه ممتازة كيف كتعرفوا كيكة الشوكولاتة يعني الوصفات ديالها عادة خاصة تكون يعني سبيسيال باش تعطيكم نتيجة ليه يزوينا ويجيكم هكا إسفنجية وما تجيش من دقصة لأن كيف كتعرفوا الكيك دير الشوكولاتة كيكون حساسه خصوصا في الوصفات دياله غادي نقرب لكم هنا باش تشوفوا معي القوام ديال كيك كيجي غادي نحاول نقاد لكم الصورة مزيان باش تشوفوا باش توضح لكم هانتو ما لاحظوا معايا الكيك كيجي إسفنجي وكيجي خفيف كيجي هكا مشرب ما كيجيش ناشف لأننا نسقينا بطبيعة الحال المهم كيبكت لكم هو أنه كيجي إسفنجي ما كيجيش من دقص وما كيجيش مع الجن إن شاء الله إن شاء الله هاد الوصفة تجربوها وتعجبكم وكيبكت لكم ماشي ضروري أنكم تقسموه هنا الججر ديال الحصاص أنا كندير لاطة اللي هي كبيرة لاطة ديال الفرن كنعمرها كاملة كتعطيني يعني واحدة الكمية اللي هي كتر من خمسين قطعين إن شاء الله كذلك اللي كلا بغيتو وبهذا كنكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات أخرين إن شاء الله مع السلامة